عامل ايه? تقريبا نص بلدك طلبت فيديو عن السيبراليكس. مادة الاس سيتالوبران. موجود في دوة تاني اسمه اسيتالوبران بينين. يعني الدوة على اسم المادة الفعال. يقدر يعدي جوة المخ. مش محتاجة مخة ولازم يعدي جوة المخ عشان يعالج الاكتئاس. لتكسر في الكبد المادة غير نشطة بعد اما بيخلص وظيفته وبينزل في الاخر في البول. طب كده كبد وبول يعني كبد وكلة يعني لازم يكونوا الاتنين سلام عشان تاخده. سواني بس قبلا ما ابدأ. انت لازم تاخده باستشارة طبيب. وتبطله باستشارة طبيب. ايه الدوة الغلس ده? في حاجة كده في الحياة وفي مخك اسمها نواق العصبية. من ضمنهم هرمون السعادة او السيروتونين. وجدوا ان مادة الاس سيتالوبرام دي بتزود هرمون السعادة جوة الدماغ. طب ده جميل اوي. تعالوا بينا نعرف. الدوة ده من استخداماته ان هو بيعالج الاكتئاب بكفة انواعه. بس تقدر تحكم عليه بعد اسبوعين من الاستخدام. مش قبل كده. بقول لك غلس. برضو بيستخدم لانواع التوتر والقلق المختلفة. شخصك بيتوتر من كل حاجة ومن اي حاجة. شخص عنده رهاب اجتماعي. اكيد الناس دي كلها بتبص عليها في الشارع. وما نزلين من البيت مخصوص فعلا عشان يبصوا عليك. ها. اقرب مش شرح ان انت تفهم. لم التريق ولا بنقل من حد. بشد انتباهك فتفهم. عشان فيه كابتن زعرورة دلوقتي هيطلع يقولك انت بتقلم الناس اللي عندها توتر لا حبيبي. ايه ده انت وخليك في حالك وسيب الناس تفهم. الغرض هو الفهم بطريقة شيقة ليك. ايو انا طريقتي شيقة. نرجع لموضوعنا. يستخدم للتوتر في حالة الناس اللي مرت بحادثة معينة. حاجة اسمها بي تي اس دي. بوست تروماتيك ستريس دي سوردور. حادثة متسرك. سيارة. حد مر بحرب. وبالنسبة للسيدات او البنات اضطرابات ما قبل الدورة الشهرية. بيبقوا مش في المود. نوبات الهلع مثلا زي وانت مسافر بالطيارة ربنا يعيدنا كلنا. واخيرا الوسواس الكهرية. هو انا بسجل ولا اوقف تسجيل. انا باين على انسيت مفتاح الشقة في الدرج. ده انا باين ما تربستش الباب كويس. ما تهرتش ايدي بعد ما لمست الكاميرا. يلا نعرف ايه اثاره الجانبية. خد عندك كده اول اسبوع هيجي لك اضطرابات في الجهاز الهضي. وكي اسهال وفي الغالب هتروح بعد عشر تيام. احساس باجهاد وتعب طول الوقت. وده العادي يعني مش فاهم الفرق. اضطرابات نوم. يعني ايه اضطرابات? يعني انت ورزقك ممكن ما ينايمكش. وممكن ينايمك نوم يسألوا عليك ما يلاقوكش. نيجي بقى عند الحاجة اللي ممكن تزعل فعلا. ضعف جنسي زي عدم رغبة او ضعف انتصاب. او تأخير شديد في القص في لدرجة ان انت ما تقذفش. وفي اصلا الناس بتستخدموا لده. ممكن يعملك تغيرات في الوزن. زي مسلا ان وزنك يزيد او يتفتح شهيتك. او وزنك يقلب انسداد الشهية. بقولك انت ورزقك. نيجي بقى عند الاعراض اللي لو انت زودت عن الجرعة. قلت ده جميل وبيعلي هرمون السعادة طب ما زودت. الطرابات ضربات القلب. بيزود حاجة اسمها كيوتي انتيرفل. سيروتون سندروم. ودي حالة من التعرق الشديد والعطش الشديد وتشنجات. لو بتاخده عندك صرع التشنجات هتزيد. لو بتستخدم مساكنات كتير ممكن لقدر الله يجيلك نزيف في المعدة. ايه اخباره مع الحمل والرضاعة? هو كده ولا كده هنزل في اللبن. بس بينزل بكميات قليلة فنكون حذرين. بالنسبة للحمل ماينفعش تماما. بيعمل تشوهات في الاجنة. وطبعا بعد ما ترجع لطبيبك. لو وقفتوا فجأة ايه اللي ممكن يحصل? يعني من الاخر حالة انتكاسة. اكتئاب بزيادة عصبية توطر. لازم برضو زي ما قلنا في الاول اوقفه واستخدمه باشراف طبيب. متى عرضات مع ادوية تانية. ماينفعش مع اي داوة كحة في مادة زي التوسكان او البرونكوفين. ماينفعش مع اي داوة تاني بيزود كيوتي انتيرفل. لان هو قريدي بيزود سلام.